اليوم رح نهضروا على مثل شعبي ولا كلمة كنا نقولوها وما زلنا نقولوها وما زلنا هات الجملة مو متورتا يعني وما نكامل نقولوها ليه هي احكيها البيبت مين جات هذه احكيها البيبت وشكون هذا هو بيبت شكون هذا بيبت انا فتحومتي بيبت بيبت وعليش سميته هكا والله ما نباني بسك خفيف شو هي خفيف شو هي بيبت سكوالو تعم بيبت انا جايين تحب احبا سنتعم كوميك نو انتقال اللي شوف هي هذه مراهيش كان يعتبروها استهزاء ولا الواحد كما قلو بشي استصغر الواحد بوالا ما هي انا هي الواحد كي يكون يهضر حقيقة ولكن يبدو يبرر بزاف فيها ولو يكون فيها نقولو بلكش فيها كاذب نقولوها من الشكوك بوالا نقولوه وحكيها البيبت شوفوا هذه الحكاية كيفش جات وشكون هذا بيبت كما نعرفو ازمن في القصبة كان فيها صور اللي فيه سبع بيبان اللي هضرنا عليهم دجا من قبل باب الواد باب جديد باب البحر و الى اخره كما نعرفو هاد البيبان كانوا يتفتحو عند الفجر و يتغلقو عند المغرب يعني هادي كانت قاعدة لتماك في القصبة لما مع المغرب كانوا يتغلقو هاداك الوقت ما كانش الوقت ما كانش ساعة كان كل واحد يعني عنده خدام وحرفته و الوقت اللي لازم هو يعرفه لتماك كانوا المدى حين كي قريب المغرب يخرجوا لتماك نقولوا المدى حين ولا البراح يعني الناس اللي يكراهوا قريب يتغلقوا الابواب باش ليسكنوا خارج المدينة يعرفوا هاداك الوقت و يخرجوا يقعدوا يعني غرر السكان الاصليين لتماك و تانين في نفس الوقت يتغلقوا لتماك باش نفس الناس تفهم كي ما نقولوا و رحات خرجوا من المدينة و من بعد كيتاحليل يخرجوا الحراس هاداك الوقت باش يعزوا المدينة يعني كي ما نقولوا حنانا بوليس تعبوك فوالا الامن تعبوك و هادا العادة يعني و هادا القانون كان دايما ساري في كامل ايام و وحداها لما كانوا يدوروا الحراس في الليل لمحوا شخص غريب يعني كانوا يتعارفوا لمحوا هاداك الشخص الغريب حكموا قالوا لوز عموشا كدير هنا لتمك هذك بدأ يتأتى أنا ما سمعتش البراح ولا المتباح كان يبراح باش نخرج لأنه ما كاش كما قلنا من المدينة بدأ يبرر الهم و أنا عندي عائلة و لازم نخرج و كما كان حال يعني غير يلقى في السبائي هنا هذك الحارس و من في هذك الوقت كان قانون انه كل واحد عنده خدمة و يهدر معاك يسقيس ميزيش قاع معاك في الهدرة قالوا شوف أنا دو كان اديك لسيلونة مادم حكمتك غدوة من ذاك ان شاء الله تشارع عند القادي بس هو ما قاله شبه الطريقة قالوا هذي الحكاية حكيها البيبات و شكون هذا هو القادي تا هذك الوقت فوالا القادي تا هذك الوقت اللي كانوا اسموه بيبات و باش نوضحو تاني معلومة ما كان اسموه الحقيقي بيبات كان بسودو فوالا كان عقلو بيبات كتسمية على جل تحشيفة ديالو لأكوب اللي كان ديرها هي نوع من الطائر كان هذك الوقت اسموه بابات اللي هو طائر زقزق شرقي كانت في فجغ يخليها كما نقولوه احنا الشوشة تعرف باسم بيبات يعني هي مكانوش لما يتلبزو بالألقاب ولا معايرة بالعكس كان هذك الوقت اي واحد حاجة يمتز بيها و يتصف بيها يعيطولو بها هذك الاسم من هذه المشاهدين جاد تسمية تحكيها البيبات خيفة دريفة خيفة دريفة